خلاصة الأمر وخلاصة المحاضرة لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون مدام أنتم على المنهج السلفي ما يحزنكم فلان ضل كم من الشيوخ فاتوا فارقوا المنهج يتنكبوا الطريق يقولوا يطعنوا فيكم يردوا عليكم ألبوا عليكم الساحة صنعوا ما صنعوا ما يهمكم ولا تهنوا ولا تحزنوا أبدا يقول لك المسجد الفلان فقدناه والمسجد الفلان فقدناه ولا تهنوا ولا تحزنوا ربنا سبحانه وتعالى يفتح لدعوته مدام أنت صابر وصادق فلك في النهاية في نهاية الأمر الغلب للمؤمنين ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أنت أصدق مع الله سبحانه وتعالى واصبر أنت تعلم أنه المنهج ده منهج حق والدعوة دعوة حق ما هي الزكاية موقف ما تهتزه واصل عليه وادعو إلى الله سبحانه وتعالى ولو بقيت وحدك آخر ما أوصي به نفسي وجميع الإخوة أن ننتشر في تبليغ دعوة التوحيد ما نقتصر على الحلقات وعلى بعض المساجد اللي عندنا فيها خطبة دمعة ولا على درس فلان أو فلان أنشر التوحيد تعلم أبواب كتاب التوحيد وانشر في أي مكان أي مسجد لقاك أنشر علم الناس حتى إذا كان من يترصد لدعوة التوحيد ويحارب دعوة التوحيد لا يدري من أين يأتيها انشروا كلكم كلكم انشروا وعلموا الناس ما عندنا بضعة محزورة نحن تبضعاتكم محزورة؟ ممنوعة؟ ما ممنوعة والحمد لله البلاد مفتوحة بلدنا مفتوحة للدعوة المساجد مفتوحة أغلبها مفتوحة بس انت تقدم التوحيد وتتحاشى إثارة الفتن وتتحاشى إثارة الكلام الذي لا يفيد وفي نفس الوقت قد يفسد يعني ما كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال يقال في كل مكان انت لابد تخط الغاعدة معاك مش تركب انت كأنك حافظك حاجة واحدة لابد تقوله في أي مكان تعلم من الحكمة أن تقول الكلام هذا هنا وتغير مش بتغير الكلام دعوتنا احنا ما بتتغير احنا دعوتنا مبنية على تعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا بد أعلمك تعبد الله على التوحيد وعلمك إنك تجتنب الطاغوت اللي يعبد من دون الله دعوتنا مبتتغير في أصلها لكن أختار من العبارات ومن أساليب الطرح وطريقة الإقناع وسرد الأدلة أختار منها ما يليق بالمكان المناسب وده ما في وعيب ولا ده زي ما الجماعة يجي يقول لك فلان دا كتلك لك وبطل الدعوة وخلاص دعوته بقت مرخرخة لا لا ما كده لكن أنا أتكلم في مكان معين بصورة وتكلم في مكان آخر بصورة أخرى لكن دعوتي واحدة مبتتغير نفس المعلومة أقدم هنا وأقدم هناك لكن بعض المناطق أنا أختار فيها إبارات وكلمات وأن احنا يحسن بينا لما رأينا من وضع الساحة اليوم إنه كتير من الأساليب اللي الناس اتشربتها من الدجال المعروف عندكم الناس اتشربت منه كتير من الأساليب وقد يكون بعضها حق ما بتنكروا أنت حق أساليب وعبارات معينة قد تكون حق لكن ليس فيها مصلحة أنت بتستفيد منها يعني كتير من المناطق أنت تقوم تتكلم في مسجد ممكن الناس يقبلوا منك بالآيات والأحاديث ولا حد إنك تذكر لهم أسمى شيوخهم وتحذرهم من الأشعار وقصائد الصوفية وأباطيلهم وتوررهم التوحيد وتزبط لهم الأمور تمام ممكن يقبل منك بس تتجاوز عبارات معينة كذا هي العبارات دي لا كتاب لا سنة في وحدين من أخواننا بس إلا يتم الكلام الفي مخه كله يقوله ونبس ده ويا عفن شفت وتف عليك لا يا أخي انت بتستفيد منها شو دي قول بتجوز قول حلالة بتستفيد منها شو يعني انت بتستفيد من هذه العبارات بل قد تفسد عليك أكتر ما تصلح ولا سيما في بعض المناطق وفي بعض المساجد وكذا عموما إن كان في مسجد ولا في غير مسجد انت أي عبارات لا تنفع بل قد تضر ما تستخدمه ولا ها غرآن ولا سنة ويس لما تقول له جماعة بدعرف الطبراني ما بتعرفه ولا عينك ما بعرفه ده لا غرآن لا سنة صح لا غرآن الا عينك دي لا غرآن لا سنة خليني من بتجوز ولا ما بتجوز ده موضوع تاني أنا الآن بطرح في الكلام ده لي ناس وقد يكونوا دارين الخير ودارين يتعلموا مني ودار يعرفوا التوحيد لكن أنا ما أستخدم من العبارات ما تكون حايل بينه وبينه وصد لهم واحد يقول لك يا أخي ما ممكن يا أخي وانت في عبارات بتاع الزجد بيستاهلوها يعني لم تتقول لي واحد قال بتاع الصوفية ده قال أنا الواحد والفرد والكبير وبذاتي ده بيستاهل تكييل ليه تمام ده بيستاهل لكن فرق بين إنك أنت بتتكلم عن ده ولا عن الواحد قاعدين قدامك ديل في ذلك بدل يقبل على ده يقبل على القاعدين قدامه ديل ينهيرهم وزلهم يا أخي ما قالوا ديل قالوا واحد هناك براه ودات في أخوانا أنا ما أدري في حاجات كثيرة بنتقدوها بقولها ناس التنظيم دي لك وبقولها ناس منوه وكده كويس قد يكون عندهم حد في بعض الكلمات إنه يا أخي دعوة التوحي يخوانا ما عندنا من القرآن ومن السنة ما عندنا من الثروة الغنية من صحة العبارة من الأساليب ومن العبارات الجميلة في القرآن وعبارة الزجر وعبارة التخويف والشدة الموجودة في القرآن والسنة ما يغنينا عن العبارات المستخدمة ولا ما فيه لو دائر حجج ويغنع فيه دائر عبارات شديدة بتخوف فيه دائر تسجر وتهذب برضو فيه عندنا في القرآن وفي السنة ما يغنينا فلسنا بحاجة وخاصة في هذه الأيام مع زيادة في الوضع وشدة على الدعوة وتضييج فنحن نحتاج إلى إلى استعمال أطيب للكلام شأن نقدر نبلغ دعوتنا دعوة التوحيد ومحاربة الشرك والبدعة الموجودة في المجتمع عموما أنا طلت في الكلام وناس مناطق بعيدة وشكل الموصلات ذات صعبة فنكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا يغينا خالصا وأن يجمعنا جميعا على السنة وأن يرد إخواننا الذين نابذونا وجالدونا وحاربونا في غير شيء أن يردهم إلى الحق والصواب هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدته رحم الإله صداك يا قحطان ترجمة نانسي قنقر